أهم الأنباء التكنولوجية من أجيال إليكم نشرة التكنولوجيا من أجيال أهلا بكم شركة سامسونج تكشف عن جيل جديد من الشاشات الذكية المتعدد لاستخدامات والتي تعمل مع ميزات أجهزة التلفاز الحديثة تضم سلسلة شاشات سمارت مونيتور أم الجديدة عدة نماذج بمقاسات وتقنيات مختلفة ومن أبرز الطرازات شاشة أم 5 أم 7 وأم 8 بمقاس 32 بوصة و27 بوصة تتميز بهيكل نحيف وحامل متحرك يتيح إمالتها بزاوية 90 درجة لتعمل بشكل عمودي وتتميز هذه الشاشات بأنها تحتوي على مساعدات صوتية للتحكم بها عن بعد مثل أمازون أليكسا وميزات للتعامل مع تقنيات مايكروسوفت 365 والمتصفحات الإلكترونية ما زال الذكاء الاصطناعي يبهرنا وعلماء روسي يطورون لأول مرة تقنية ذكاء اصطناعي تكشف فقدان الدم الخفي لدى المرضى أثناء العمليات الجراحية والعناية المركزة وتعالج هذه التقنيات الشبكة العصبية الاصطناعية البيانات الواردة من أجهزة مراقبة المرضى وتتتبع أكثر من 50 معدلا فيسيولوجيا ومختبريا لمساعدة أطباء التخدير والإنعاش على اكتشاف فقدان الدم الخفي ما يقلل المخاطر على المرضى ولتدريب النظام تم استخدام قاعدة بيانات لأكثر من 40 ألف مريض كانوا في العناية المركزة وعلى مقرب من ذلك ابتكر فريق من الباحثين البريطانيين منظوما للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين خمس أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب ما يزيد من سرعة تشخيص المرض ويحافظ على حياة المرضى وقام الفريق البحثي بتحليل بيانات أكثر من 300 ألف مريض قلب وبفضل تقنية الذكاء الاصطناعي ابتكروا تطبيق إلكتروني يتيح للأطباء تشخيص النوع الفرعي من النوبة القلبية التي يعاني منها المرضى وذلك يحسن من فرص إنقاذ حياة المرضى ويساعد على تطوير علاجات تستهدف كل حالة مرضية دوام الصحة والسعادة نتمنىه لكم مستمعي أجيال هذا ما كان لدينا في نشرة التكنولوجيا قرأتها عليكم ميسم البرغوثي إلى اللقاء